اول قبر معنا النهاردة الامام الاكبر شيخ الازهر يستقبل وزيرة وزيرة اندونيسية وسفير اليابان استقبل فضلت الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف السيدة بوان مهي مهاراتي وزيرة الدولة للتنسيق بين الوزارات والشؤون الدينية وشؤون التعليم والثقافة وشؤون الشباب والرياضة في جمهورية اندونيسيا وقال فضلت الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب ان العلاقة بين الازهر الشريف واندونيسيا كاحد اهم الدول الاسلامية هي علاقة استثنائية ومن جهاتها عبرت وزيرة الشؤون الاندونيسية عن اعتزاز بلدها بالعلاقة التي تربطها بالازهر الشريف مؤكدة ان تحركات الازهر وجهوده في اندونيسيا وفي منطقة شرق اسيا كان لها دور كبير جدا في مساعدة المنطقة على مواجهة الارهاب والفكر المنحرف في نفس السياق استقبل فضلت الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب سفير اليابان بالقاهرة وقال فضيلته ان اليابان تمثل نموذج فريد يحتذا به في التقدم العلمي والتكنولوجي ومن جهة عبر السفير الياباني في القاهرة عن تطلع بلاده للتعاود مع الازهر الشريف في المجالات العلمية والتعليمية من خلال تبادل الخبرات والتجارب للتعليم الجامعي وقبل الجامعي مؤكدا ان اليابان تقدر دور الازهر الشريف كاكبر مرجعية اسلامية واعرق مؤسسة تعليمية ما زالت تمارس دورها ورسالتها الانسانية اشتركوا في القناة